العنصر الرابع عندنا هو يعني ازاي انزل نسخة ويندوز انا عامل عشر عناصر بيعرفونا ازاي ننزل نسخة ويندوز وهم دول العشر عناصر يعني بنعرف من خلالهم انواع نسخ الويندوز وازاي نحرق نسخة ويندوز على فلاشة وازاي نحرق نسخة ويندوز على سي دي وحاجات تانية في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل install windows by cd باستوانة يعني ازاي ننزل نسخة ويندوز بالاستوانة يعني هنعرف ازاي نحرق نسخة الويندوز على استوانة وبعدين ننزل نسخة الويندوز دي على الجهاز الاول هنعرف ازاي بنحرق نسخة الويندوز على السي دي كل اللي محتاجينه هو نسخة الويندوز بصيغة الايزو وبرنامج الترا ايزو هسيب لكم رابط اسفل الفيديو تحملوا منه هفتح البرنامج وهعمل open وهختار نسخة الويندوز فاتحمل معي بالشكل ده وتظهر معي جوه البرنامج بالشكل ده وهطلع فوق هنا هو واختار burn cd dvd هلاقي هنا هو ظاهر لي البرتشن الجي بتاع السيدروم انت مش شرط يكون عندك جي ممكن يكون اي حاجة تاني المهم اتأكد ان الجي ده هو هو البرتشن بتاع السيدروم يعني هدخل على my computer وتأكد ان هو الجي هو البرتشن بتاع السيدروم لانه ممكن يكون عندي اكتر من سيدروم على الجهاز وحنزل تحت بعدين هنا هو في سرعة الحرق مش هخليها ماكسيمم زي ما معمول هخليها اه اربعة اكس او تمانية اكس ويفضل طيب اربعة اكس سرعة الحرق لما تكون عالية ممكن تعملي اخطاب بس كده وحضغط على وحستناه كده عشر دقايق لغاية ما يخلص بس كده بعد ما يخلص حلاقي السيدروم الواحدة لو روحنا دلوقتي ل my computer حنلاقي البرتشن الجي ده بقت جواه نسخة ال windows بالشكل طيب تعالوا ننزل نسخة windows بالسي دي انا كده طلعت الاستوانة من الكمبيوتر حطفي الكمبيوتر وبعدين حضغط على البر بتاع الكمبيوتر وحركب الاستوانة وبعدين حضغط اما اف تسعة او اف اتناشر عشان يدخلني على ال لو جهاز اتش بي بضغط على اف تسعة لو اي مركة تانية بضغط اف اتناشر ولكن في العموم هو بيكتب لي من تحت كده اف اتناشر بوت مينيو مثلا يعني او اف تسعة بوت مينيو فبعد ما اضغط حدخل على البوت مينيو وهختار من البوت مينيو دي سيدروم اما ان نسخة الواينوس هتبدأ تنزل معايا على طول او هيقول لي بريس اني كي اه تو بوت فروم سي دي يعني اضغط على اي زرار عشان تعمل بوت من السي دي فحضغط على اي زرار تبدأ تنزل معايا نسخة الواينوس